سلمة ومثل ما قلنا أكيد في التقرير إنجازات كثيرة للعمال كل التحية لألون أكيد فرح كل التحية لألون وبمثل ما بنعرف يعني مثل هذا اليوم نحن بنحتفل فيه وبيحتفل العالم أجمع وطبعا اتحاد العمال له حصة كبيرة من هذا الاحتفال باعتباره هو المنظمة الشعبية اللي بتجمع كل المهنيين والعمال بسوريا تحت لواءة مثل ما بيقولوا يأتي هذا اليوم لدعم العمال وإنجازاتهم وتضحياتهم اللي يقدموه على مرأة سنوات وخاصة بسوريا بعد سنوات الحرب اللي طالت الحجر والبشر وكان للعمال الدور الأكبر بالمثابرة بتقديم الكتير بسبيل أن تبقى عجلة العمل تسير اليوم خلينا نحصل بي سيدة حسنا كوارا وهي أمينة السر في اتحاد نقابة العمال أهلا وسهلا فيكي أهلا وسهلا وكل عام وأنتو بألف خير وبلدنا بخير وقائدنا بخير ودائما كل الأعياد بتمر علينا بألف ألف خير أهلا وسهلا خلينا نبلش مع حضرتك ونحكي أكتر اليوم عم نقول يعني لكل عمال سوريا كل عام وأنتو بخير بنعرف اتحاد نقابات العمال من الاتحادات المهمة اللي قدر يجمع كل عمال سوريا بمختلف النقابات هذا اليوم شو بيمثل لاتحاد نقابة العمال وأهم الأنشطة اللي بتسعوا أنه كل سنة بمثل هذا اليوم ترجعوا تضيقوا عليها هذا اليوم بيعنينا باتحاد العمال أول شيء مثل ما حكيته بالشريط استذكار للتاريخ عيد العمال بالانتفاضة الأولى اللي صارت على الإمبريالية العالمية في مدينة شيكاغو في أمريكا لأجل الوصول والانتفاضات اللاحقة من العمال للوصول إلى أجر عادل وعمل لائق يليغ بهم لتحسين مستوى معيشتهم هذا اليوم بيدفعنا باتحاد العمال لأنه نحس عمالنا كله على إعادة البناء والأعمار بيدفعنا للمحافظة على سيادة دولتنا ووحدة أراضيها بيدفعنا لأنه نرفض أو نناضل ضد التدخل الخارجي بشؤون بلدنا بيدفعنا أنه نحن دائما نقضال دائما ضد الاحتلال والإرهاب بهذا اليوم نحن منستذكر كمان نعم معك نحن منستذكر يمكن أهم خليني أقول المحطات اللي مرأت على العمال بسوريا نستذكر أهم المحطات اللي مرت على التاريخ العمال بشكل عام العالمي والعربي والداخلي منستذكر اللي صار معنا بالأزمة نحن بعيد العمال منحتفل كمان بالإنجازات الحقيقة منظمتنا منظمة العريقة منظمة اتحاد العمال على صعيد العمال منذ الحركة التصحيحية مرورا إلى العهد اللي نحن موجودين فيه نعم خلينا كمان نحكي يعني اليوم من أهم النقاط الواجب أنه نحن نضيئ عليها هو دور العمال بسوريا خلال سنوات الحرب قد كان لهم دور كبير ومهم وقد كانت فيه مصاعب ومشاكل وسعيتوا أنتوا كاتحاد نقابات عمال أنه يكون فيه لكم دور بتخفيف بعض هاي الصعوبات نعم كان دور كبير للعمال بزل الحرب الإرهابية اللي عانت فيها بلدنا لسنوات طويلة كانوا هم جنود الوطن الأوفية أثبتوا انتماءهم الوطني في الدفاع عن الوطن في الدفاع عن منشآتهم في استمرار عجلة الإنتاج وعدم توقفها لتأمين احتياجات المواطن والدفاع عن منشآتهم ومعاملهم من الدمار والتوقف نعم هلأ الشيء اللي عن جد نحن كتير كل الاحترام كل التأدير لكل العمال يلي رغم يمكن الاستهدافات المتكررة للمعامل بهدف وقف عجلة الإنتاج وتدميرها بشكل كامل لكن شفنا الإنتاج ما توقف على العكس كان باستمرارية وكان فيه تحدي كتير كبير من قبل العمال لاستمرار عجلة الإنتاج خلينا نحكي عن هاي النقطة دي كان فيه تحديات حقيقية بالنسبة للعمال نعم عمالنا واصلوا العمل ليل نهار بمنشآتهم رغم التهديد والاستهداف اللي طالهم بكتير من مواقع العمل طال منشآتهم قدموا الشهداء قدموا الجرحة تحية لكل شهداءنا تحية لجيشنا العربي السوري وشهداء الجيش العربي السوري الطبقة العاملة كانت هي الجيش الرديف بهالمرحلة للجيش العربي السوري قدمت شهداء قدمت جرحة في سبيل انه ما تتوقف عجلة الإنتاج في سبيل الحفاظ على سوريا اقتصاد تأمين حاجيات المواطن تأمين كل مستلزمات الحياة والاستمرار فيها نعم يعني يمكن فرح خلال هاي السنوات كان كمان كنا موجودين بأكتر من معمل بمثل هاي المناسبات شفنا العمال بقطعات مختلفة اتحاد نقابات العمال بيشمل عدد كبير من المهنيين يمكن الناس ما كتير بتعرف قديش فيه انه انت كموظف أو حتى عامل بأي مكان بتقدر تنتسب لاتحاد الخاص فيك ضمن نقابات العمال خلينا نحكي عن هاي الجزئية المهمة لانه هو له دور بيحمي العامل بأي مكان كان فيه حتى مثلا يعني انا كاعلامية ايضا بقدر انتسب للاتحاد الخاص فيني التابع لاتحاد نقابات العمال وغير كتير من المهان اذا نحكي عن هاي التفاصيل لو سمحتي الله يعطيك العافية مزبوطة هاي الحكي اللي عم تفضلت فيه نحن باتحاد العمال منسعى من ضمن القواعد الموجودة عنا بمكاتب النقابات والليجان النقابية ان نعرف كل عمالنا وحتى عمالنا في القطاع الخاص في نشاط دائم بين صفوف عمال القطاع الخاص لتعريفهم على المزايا والمكتسبات اللي بيحققوا بانتسابهم لمنظمة اتحاد نقابات العمال من النهن بدافعوا عنهم بحصلولهم حقوقهم بحافظولهم على حرياتهم ضمن مواقع العمل في صناديق ممكن يستفيدوا منها من خلال الخدمات اللي بتقدم لهم ياها وخاصة في ظل الحرب الشهداء اللي قدمناهم والجرحة تم إنشاء صندوق للتكافل المركزي لتقديم اعانات في صناديق مساعدة لعانات مختلفة اخرى حسب المناسبات الاجتماعية اللي بمر فيها العامل السنة الماضية على صعد هذه الصناديق تم صرف عشر مليارات ليرة سورية وهي كلها من تمويل ذاتي من اشتراكات العمال اللي منساهم محن لانه يشتركوا ليستفيدوا من اشتراكاتهم اضافة لعوائد الاستثمارات اللي بتقدمها مؤسسة الانتاجية العمالية في الاتحاد العام مكاسب كتير بحق العمال من خلال نشاطنا بدنا نعرف العامل عليها اللي يقدر ينتسب لمنظمة الاتحاد العمال وما في حدا ممنوع عن الانتساب كل الرفعات ممكن تنتسب بالنسبة كمان لإصابات العمل للعمال كيف بيتم التعامل فيها؟ تم التنسيق مع الحكومة على إجراء لجان خاصة بالصحة والسلامة المهنية في كافة الجهات العامة لتعريف العامل على مخاطر العمال لتعريفه على وسائل الحماية والأمن الصناعي اللي يبتقي من إصابات العمل كان في عنا إصابات كتير بفترات سابقة نتيجة هالإجراءات اللي اتخذناها الدورات اللي عملناها ضمن مجال المنظمة ضمن الجهات العامة ضمن مديريات الدفاع المدني قدرنا نقلس من الإصابات إن شاء الله خلينا كمان نحكي يعني كتير مثل ما قلنا مصانع ومعامل تعرضت لطبعا الإرهاب وهلأ عم نشهد صلنا كم سنة عم نشهد إعادة أعمار وفي عدد من العمال اللي فقدوا أعمالهم هاي معضلة كانت كبيرة وخصوصا إنه سوق العمل اختلاف وصرنا نعرف إنه في كل يوم عنا ناس بحاجة وخصوصا نتنقلوا بين المحافظات وما إلا ذلك دوركم بهذا الوقت كان كتير مهم خلينا نحكي عن هذا الدور لو سمحت نعم قلتلك عمالنا هنا جند الوطن الأوفياء واصلوا للعمل ليل نهار ليوصلوا لأنه يحققوا الأمن والأمان بالبلد ليحرروا آخر شبر من أرض الوطن فيه إصابات صارت كبيرة بين صفوف العمال تم استهدافهم عمال الكهرباء عمال النفط عمال شركة وسيم بمحلات كان فيه عاملات ما سجل ولا انقطاع عن العمل بالرغم من كل التهديدات اللي كانت عمطالهم صار فيه إصابات صار فيه استشهاد هالإصابات والاستشهاد قلتلك نحنا أمنانهم بصندوق التكافل المركزي إعانة شهرية تمنح لإلون بشكل شهري وبمبالغ جيدة من نسبة لفرس العمل تم تأمين إطلاق مشروع اقتصاديات الأسرة العاملة من قبل الاتحاد العمال لدعم الأسرة العاملة يعني عنده زوجة عنده أي امرأة عاملة ضمن الأسرة ممكن نحن نعمل لمها مهنة بشكل مجاني على حساب الاتحاد العام وتمكنها من تسويق منتجاتها كمان بمعارض تسويق يقوم فيها اتحادات المحافظات والاتحاد العام أستاذ هي فكرة كتير مهمة أنه اليوم كل عامل عنده زوجة أو حتى صبية تقدر تأنتج شيء ويكون كمان يكون مصدر دخل مصدر لنزق لإلة مثل ما منقول أداة الفكرة حلو نعممها اليوم مو بس بديمشق بكافة المحافظات كل زوجة تكون رديف لزوجة بهي العملية خاصة اليوم بغلاء المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبية لكل أسرة وكل عائلة يمكن عم بتمر فيها هي نتيجة الأوضاع الصعبة وصارت الفجوة كتير كبيرة بين الدخل والإنفاق تم إطلاق هذا المشروع من قبل الاتحاد العام وتعمم على كل المحافظات تقريبا بحدود لأشهر قريب السنة 57 دورة 3000 امرأة عاملة صارت بدخل يعني بتأمين دخل إضافي لأسرتها تم تسويق تلك المنتجات محافظة اللادية ومحافظة سويدة والمحافظات الجاية كمان رح تشتغل على نفس الموضوع اللي نحن عم نشتغل عليه موضوع جدا مهم وآخذ مننا اهتمام كتير كبير والتسويق كيف عم بيكون لهي المنتجات؟ هلأ بمعارض عم تصير بمواقع تابع الاتحاد العام أو مواقع أخرى عم يستعينوا فيها تسويق المنتجات عم يتم برعاية اجتماعية ضمن المحافظة وتم تسويق كامل المنتجات بمحافظة اللادية وسويدة حلو هذا الشيء ويمكن مهم كتير مثل ما ألت فرح بيظل هاي الظروف يكون في دائما هاي النشاطات اللي بتدعم ويمكن كمان في بعض الصعوبات ممكن يتعرض للعامل ويخاف أنه يطالب بحقه أو يخاف أنه يشتكي كمان أنتو قلكن دور بحماية العمال بغض النظر شو ما كانت المشكلة إذا لجأ للنقابة المخصصة إله ضمن تحت ما ظلت اتحاد نقابات العمال فهو رح يحصل على حقه خلينا نحكي عن هاي التفاصيل كيف ممكن هو يستفيد من انتسابه للنقابة المختصة تمام أي عامل بحس أنه حقه صار في عليه مشكلة أو صار عنده ظلم معين بقدر بيراجع اللجنة النقابية ضمن الجهة اللي هو بيشتغل فيها ممكن يراجع مكتب النقابة بيطلعوا معه على الجهات المختصة لحل المشكلة في عنا كان إجراء أخذوا الاتحاد العام بالعام الماضي هو إقامة الهيئات العامة ضمن الجهات العامة يعني العامل اللي بيخاف اللي ما بده يروح اللي بيعمل الحساب إنه أنا بدي روح اللجنة بجوز ما وصل لحقي نحنا طلعنا لعنده المكاتب النقابات اللي جان نقابية لإدارات الهيئات وصار في مواجهة بين العمال وبين قياداتهم النقابية القاعدية وقدرنا وصلنا لنتائج كتير كعينة إيجابية بهذا الموضوع اليوم عم نحكي عن نقطة كتير مهمة لما نحنا منلغي هي الفجوة بين العمال والمرؤوسين مثل ما منقول نحنا منحاول نقرب من العمال نشوف احتياجاتهم المصاعب اللي عم بيمروا فيها لحتى نختصر ممكن كتير من المتاعب وكتير من المشاكل هدا يدورتوا فعلا تقربوا من العمال وتشوفوا هنا شو بحاجة شو هي النواقص الموجودة عندهم شو هي ممكن الظروف السيئة اللي ممكن نحنا نتلافها لحتى يكون في نضمن إنتاجية أكبر هلأ هي بالشكل الخاص مثل ما حكيت الله أنه إذا مشكلة خاصة بعمل هلأ نحنا كمنظمة جهة مطلبية بنعمل دراسة لواقع الجهة العامة كامل شو التعويضات اللي ممكن بدأ تعديل شو المطالب اللي عمنا ما عم يقدروا ياخدوها القوانين والأنزمة بدأ تعديل ما بدأ تعديل كله عم يصير فيه مذكرات وفيه معالجات وعم تنرفع للجهات المختصة حسب الجهة المخولة بحل الموضوع وهلأ فيه جملة التشريعات كتير كبيرة بتتعلق بكافة العمال بكل القطاعات وفيه تشريعات بتعلق بعمال بقطاعات معينة مثل عمال الأطفاء وكان عنا دورة المجلس العام السادسي من كم يوم وكان فيه توجيه من سيد رئيس مجلس الوزراء للتجاوب بشكل كامل من قبل الجهات العامة كاملة على أي مطلب ممكن حلو ضمن الجهة العامة أنه رح ينحل والمطالب اللي بدأت تشريع فيه جملة التشريعات هلأ بدأت تقدم هاي المطالب؟ بدأت تقدم هاي المطالب؟ بدأت تقدم مثل ما شفنا العام الماضي مكرومات السيد الرئيس بمراسيم الزيادة بتعديل الراتب تعويضات على الراتب الحالي هلأ فيه جملة من التشريعات حكيت لك أمال الأطفاء تعويض طبيعة العمل لا يسكر يعني كان هلأ ممكن يوصل الـ 35% على الراتب الحالي فيه عنا مثل ما شفتوا في جلسة مجلس وزراء الجلسة قبل الماضية أقرار نظام الحوافز والمكافآت وبنسب مرتفعة قد تصل إلى 300% للحوافز و200% للمكافآت وعلى الراتب الحالي فيه رفع للحد الأدنى للمعفى من الضريبة ليكون هو الحد الأدنى للرواتب والأجور 92 ألف ورح يصير بشكل دائم كل ما فصار فيه زيادة رح يرتفع عوتوماتيكي لحد الأدنى للمعفى من الضريبة فيه جملة تشريعات فيه وعد من الرعي الأول رعي الطبقة العاملة سيد الرئيس بلغنا يا سيد رئيس مجلس وزراء فيه أنه فيه أي وفر صار رح يصير لتحسين الوضع المعيشي لتخفيض الهوة القائمة بين الدخل والإنفاق للعاملين كمان سيد حسنا يعني اللي بنعرفه من النقابات بسوريا أنه فيها مميزات متعددة من هاي المميزات أنه كانوا يهتموا بالشأن السكني يهتموا بالجمعيات يهتموا بموضوع الاستياف يهتموا يعني بنعرف مثلا نقابة الصياد لإلون شيخ خاص مثلا تعويضات مالية بيحصل عليها الصيدلاني نقابة الأطباء إلى ذلك وفي بعض النقابات كان المجهود فيها أقل أو أخف هل رح يتم النظر بهذا الموضوع بحيث بتعرفي هلأ كل العمال باختلاف صفاتهم التوظيفية بحاجة اليوم لهذا النوع من الدعم من فترة تقريبا سنتين أو سنتين وشوي تم إعادة وتجديد المصايف الموجودة برأس البسيط وإطلقت بجور رمزية لكل العمال وهذا كان إنجاز مهم وخصوصا هلأ نحن جايين على الصيف مثل ما بتعرفي فرح أي مكان بده الواحد يروح يصيف عليه بيدفع مبالغ أصبحت هائلة يعني ما بقدرة أي موظف أنه يدفعها فتوفرت موجودة كانت برأس البسيط أيضا شو ممكن نشهد بعض هاي الأمور اللي هي بتوفر شوي من المعيشة من سكان من غيره ضمن طبعا النقابات ونظمتنا منظمة اتحاد العام لنقابات العمال أعضاء المكتب التنفيذي على رأسهم رفيقنا جمال الخادري هم والأول والأخير هو العامل وتخفيف التسقيلات عنه نشترح الحلول دائما لتخفيف التسقيلات عنه مثل ما حكيتي بالمصائف اللي براس البسيط ومحافظات اللي على الساحل بمشاريع نحن عم نشتغل عليها بإنشاء مؤسسات طريقة لائقة إنشاء مؤسسات للرعاية الصحية بتعنا بصحة العامل بأجور رمزية قدام التضخم اللي ساير بأجور المعاينات والأدوية إضافة إلى أنه ممكن العامل اللي ما عنده تأمين صحي ضمن الجهة العامة بيستفيد بالرغم من أنه الأجور الرمزية بيستفيد من حسم على البطاقة النقابية مشاريع كتير من نشتغل فيها همنا الدائم ضمن إمكانياتنا هو العامل وتخفيف التسقيلات عنه سناديق المساعدة حكيتي إمكانياتها كانت بسيطة بمؤتمراتنا اللي نعقدت بداية العام مؤتمرات المكاتب النقابات وإتحادات المحافظات وإتحادات الميانية تم التوجيه برفع كافة الإعانات للصناديق ضمن الاعتمادات المتوفرة في كل صندوق وعم يتم العمل عليها بشيء ما رح نوصل أكيد ونرده من فجوة بس عم نشتغل عليها بالنسبة للسكن العمالي كانت أقصات السكن مرتفعة قياسا مع رواتب العاملين تم تشكيل لجنة بالاشتراك بين وزارة الإسكان وإتحاد العام للنقابات العمال وضعوا مقترحات يعني حد أدى رح يصير تخفيض الأسد 25% إن شاء الله إذا تم الموافقة على المقترحات اليوم نحن نتمنى دائما نكون وضعوا واقع العمال بيتحسن دائم العبئ الكبير عليهم والمسؤولية كتير كبيرة واليوم مثل ما قلنا الظروف المعيشية هي صعبة على جميع الناس شو ما كانوا بيشتغلوا وين ما كانت الجهات دابة على قلهم إذا بنا نحكي بشفافية أكتر عن واقع العمال اليوم كيف بتوصفه وهي شو هي الصعوبات ويمكن الأمنيات اللي نحن نتمنى أنه تحسن بواقع العمال أكتر وأكتر لأنه نحن نعرف سلم يمكن كل شخص وكل عمل بالجهة اللي بيشتغل فيها كل مكان مرتاح بالناحية المعيشية والنفسية والاجتماعية كل ما قدم أكتر وأنتج أكتر الآن واقع العمال الحرب العدوانية اللي عانينا منها الاستفزازية أثرت بواقع العمال أصحاب الدخل المحدود فرضت عليهم كتير من التحديات يعني الواقع صعب وخصوصا الواقع المعيشية ما منقدر نتجاهلوا أبدا قدام هذا الواقع قدتلك في مطالبات كانت للحكومة في جملة تشريع عبدالطلع نحن همنا الأول أنه نقلس الفجوة بين الدخل والإنفاق نخفف من هذه التسقيلات بالمشاريع كتير اللي حكيتلك عليها وإن شاء الله في مشاريع يعني بالأيام القليلة القادمة لنقدر نوصل لوضع معيشي مريح للعامل اللي هو صاحب دخل محدود أكتر فئة تأثرت بالفجوة اللي صارت بارتفاع الأسعار أكيد كمان يعني حضرتك ذكرت بعض الفوائد اللي ممكن يستفيد منها طبعا أي موظف أو أي عامل هو منتسب للنقابة نحكي نجح هيك إذا في مجال سريعا نحكي عن بعض الفوائد اللي ممكن تقدمها البطاقات النقابية على اختلافها هلأ البطاقات النقابية حكيتلك بمراجعة المجمعات السياحية والمشاريع الاستثمارية الموجودة بيستفيدوا من حسم عليها مراجعة مؤسسات الرعاية الصحية كمان بيستفيدوا حسم 35% على المعاينات حسم 10% بالنسبة للأدوية حسم 20% على التحاليل والأشعة وهذا إنجاز مع أنه لتلك الأسعار المقدمة للمؤسسات الرعاية هي رمزية قدام الأسعار الموجودة في السوق المحلية العامل إذا صار عنده حالة زواج حالة وفاة حالة ولاد يعني حالات اجتماعية كلنا منعرفها في إعانات تقدم من مكتب النقابي من سناديق المساعدة الاجتماعية ونحن الهدف الأساسي والأول أنه نحن دائماً قدام العامل لننصره في حال ظلمه لنحافظه على حقوقه وحرياته لنطالب له بتحسين وضعه العام والوضع المعيشي خاصة بالنسبة للمعامل اللي تم استهدافها قبل مجموعات الإرهابية العمال الموجودين فيها كيف تم توزيعهم على مجالات أخرى من العمل حتى يضمنوا أن فرص عملهم هي موجودة ودخلهم كمان موجود كيف تم التصرف؟ تمام هلأ عمالنا استهدفوا بكل مواقع العمل بس ضلوا جنود أو فيها للوطن ضلوا عم يدافعوا على معاملهم ومصانعهم لآخر مرحلة في معامل ظلت موجودة في معامل كان التدمير فيها بسيط المعامل اللي صار فيها تدمير كامل أكيد بالتنصيق مع الحكومة تم توزيع العمالة ضمن الوزارة الواحدة على جهات أخرى لاستفادة منهم ريسا ما يتم إعادة بناء وتأهيل القطاعات المدمرة يعني فيه نقول يعني أغلب العمل أو كلهم ما خسروا فرصة العمل ولا حدا خسر فرصة عملهم موجودة حلو يعني نحنا بخطام لقاءنا نرجع نقول اليوم كل عام وأنت بخير وكل عمالنا بسوريا بألف خير وشكرا إليك ولوجودك معنا أنا بدي أقولك العام وأنت بخير بدي أقول لسيد الرئيس أنه الطبقة العاملة رح تضل صامدة خرف قيادته الحكيمة لتحقق إعادة البناء والأعمار ببلدنا الغالي سوريا لننتصر ونحرر آخر شبر من الأرض لتضل سوريا حرة مستقلة منتصرة إذا الله راد عاشت سوريا وعاشت الأول من أيار أكيد شكرا إليك سيدي حسنا تحيتنا إليك ولكل عمال سوريا وينما كانوا متواجدين كل عام وأنتم بخير شكرا إليك ولكل عمال سوريا